بدأت القوات الأمنية العراقية حملة واسعة لاقتحام منطقتين الحامضية والجزيرة الشرقية الرمادي هذا فيما سقطت طائرة مروحية شمال مدينة الكوت أسفرت عن مصرع طاقمها القوات الأمنية شرعت اليوم بحملة واسعة لاقتحام منطقتين الحامضية والجزيرة في القاطع الشرقي لمدينة الرمادي حيث ما زال مسلح داعش يحتفظون بمراكز ارتكاز مهمة فيهما وفي ساعات الهجوم الأولى انهارت معظم خطوط صد المسلحين وقتل العشرات منهم وإذا التقدم الملحوظ للقوات المهاجمة أكد القادة الميدانيون أن انتزاع المنطقتين المستهدفتين من قبضة التنظيم المتطرف سيتم خلال ساعات هناك صور متعددة لأوجه التقدم للقوات الأمنية حسب التكتيكات العسكرية القيادة المشتركة قد وضعت خطط للالتفاف نحو الفلوجة وأيضا الذهاب باتجاهات عدة نحو باقي الأغذية في المناطق الغربية والشمالية واستهدف مسلح داعش اليوم ناحية عامرية الفلوجة بقصف مكثف بقذائف الهون الحق بالمدينة أضرارا مادية جسيمة وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا فيما حذرت مصادر استخبارية من إقدام داعش على فتح بوابات سدة الفلوجة لأغراق المناطق التي تحتجد فيها القوات الأمنية التي تتأهب لاقتحام المدينة داعش لا تتوانى عن استخدام كل الوسائل والأدوات المشروعة وغير المشروعة لتحصين نفسها وبالتالي إبعاد خطر المداهمة المباشرة ربما تلجه داعش لهذا الخيار وهذا غير مستبعد على الكوات الأمنية العراقية أن تكون على حذر كبير في القاطع الشمالي صدت قوات البيشمرق الكردية هجومين نفذهما مسلح داعش على محور الكوير جنوب شرقي الموصل مهدوا لهما بعدد من السيارات المفخخة وفي حادث لافت أسفر سقوط مروحية عسكرية شمال مدينة الكوت جنوب شرقي العاصمة بغداد عن مصرع طاقمها المؤلف من ضابطين وسبعة من ضباط الصفة وقالت المصادر الرسمية أن الطائرة كانت تقوم بمهمة عسكرية وأن سقوطها حدث بسبب خلل فني المعطيات على الأرض تؤشر أن قيادة العمليات حددت ساحة المواجهة المقبلة وأنها أصبحت خارج إطار الاحتمالات التي وضعها المراقبون حيدر جواد لقناة الشارقة بغداد